السلام عليكم أهلا وسهلا بكم متابعي قناتي على اليوتيوب اليوم حضرت لكم فيديو جديد يحتوي على موضوعات مثيرة كنت قد أدرجت قسما منها في كتابي الأخير الذي نزل إلى الأسواق بعنوان ليس من هذا العالم كيف انتقلت نفس الخصائص الهندسية في المعماريات التي كانت موجودة بين الحضارات القديمة ابقوا معي وشاهدوا الفيديو وتمنى أن يعجبكم نحتار حاليا في تفسير السبب الذي جعل كل الحضارات القديمة التي عاصرت بعضها أو لم تعاصر بعضها في أن لها رؤى هندسية وتخطيطات بناء متشابهة رغم آلاف الكيلومترات التي تفصل بينها ورغم موجود الموانع الطبيعية والتضاريس الصعبة للغاية فلماذا كلها كانت تختار الشكل الهرمي أو الزقورات في هندستها من هو المعلم المشترك لها جميعا؟ هل يعقل أن تكون خصائص الأبنية القديمة والمخصصة لغايات معينا؟ جاءت بكل هذا التجانس في جميع أنحاء العالم وفي كل هذه الحضارات المتباعدة مكانيا وزمانيا صدفة؟ أم أنه جاء بتوارد خواطر عشوائي؟ وهذا طبعا غير معقول بسبب تكرار الحالات العديدة هل تأتي المخرجات متطابقة هندسيا وشكليا ووظيفيا وباتجاهات محددة وعلى خطوط طول وعرض محددة المتغيرات متعددة وتخرج من مجال الصدفة في تقديره؟ أما الكذبة أو الزيف الذي ظهر به التاريخ بأن الأهرام كانت تبنى كمقبرة للملوك فقد ثبت حاليا بأنه ملفق وأن الأهرام والزقورات لم تكن أبدا مدافن بمفهوم المدفن العادي هل كانت لها غايات أخرى كما بدأ يثبته العلم حاليا وباستخدام أجهزة متطورة توضح أن نسبة التجانس الحراري والمغناطيسي وانتشار ترددات الطاقة تختلف بحسب الموضع في داخل كل منها؟ أسئلة كثيرة مع غموظ كبير في الحصول على أجوبة مقنعة سترى في الفيديو صور عديدة فيها نماذج من الأهرام أو الزقورات أو المعالم الحضارية في بقاع مختلفة من الأرض ولحضارات سادت بأزمنة مختلفة قارم بينها وتساءل ثم أحكم بحسب قناعتك ستلاحظ كيف بنيت معظم تلك المعالم الأثرية الكبيرة على خطوط طول متناسقة كأنما كانت هناك معرفتهم الخاصة بهندستهم المقدسة من حيث شكل المعلم هندسياً ووظيفياً وجغرافياً حتى يؤدي غاية خاصة يؤمن أصحاب التصاميم الهندسية التاريخية والمعاصرة أيضاً المشيدة في نقاط تقاطع خطوط لاي بأنها تمثل مراكز طاقة كونية أساسية على كوكب الأرض وأن هذا يعود بالأساس لسببين السبب الأول هو أن الإنسان يتأثر بنوعية هذه الطاقة والسبب الثاني الأهم هو أنه عند ضبط الأشكال الهندسية المقدسة مع خطوط الراي والفنيات العمرانية في الزمان والمكان المناسبين فسيتم الاستفادة من الطاقة الكونية على الأرض عبر نقاط التقاطع وتدعى نقاط دوامية والكم الهائل من الطاقة المحفوظة متمركزة في هذه النقاط وهذه النقاط أساساً توجد في تقاطع ما يسمى خطوط لاي أو خطوط الرعي تلك النقاط الدوامية منها ما هو أساسي ومنها ما هو فرعي خطوط اللاي بتعريف مبسط هي خطوط منتشرة في الكرة الأرضية بشكل منتظم وبداية اكتشاف مثل هذه الخطوط ترجع إلى عالم اسمه واتكينز وهو أول من سماها لاي لاينز يرجع اسم لاي إلى إحدى الأماكن المقدسة التي بنيت على هذه الخطوط ومن المعروف أن الحضارات القديمة إن لم يكن كلها قامت ببناء معابدها وأماكن عبادتها مستندة في ذلك إلى هذه الخطوط وهي خطوط تتجمع فيها الطاقة في الكرة الأرضية ومن الأماكن المشهورة المبنية على هذه الخطوط الكعبة الشريفة بمكة الأهرامات الموجودة في الجيزة بمصر وبقية الأهرامات المتوزعة في العالم والكثير من أماكن العبادة الأخرى المنتشرة على مستوى العالم والتي يضيق المجال لذكرها في هذا الفيديو من هذه النظريات التي تقول أن هذه النقاط إذا بنيت عليها أبنية ذات أشكال معينة وأقصد الشكل الهرمي أو الكروي أو الشكل الثماني أو المقبب فإنها تجمع إما طاقة سلبية أو طاقة إيجابية حسب المكان والطقوس التي تمارس في هذه الأبنية من أهم التصاميم الهندسية المنتشرة في مدن العالم من أجل نقل الطاقة هي المباني المصممة على شكل القباب والمثمنات تلك التصاميم بحسب فهمهم هي الأقوى والأجدى عندما يتعلق الأمر بنقل الطاقة الإيجابية هم يؤمنون بهذا المبدأ جيدا لأن ذلك جليا في الطريقة التي يبنون بها مبانيهم التي يصممها المهندسون العائدون لهم فباعتقادهم أن تصميم المساجد والكنائس يكون من أجل نقل أو استقبال الطاقة الإيجابية من الكون ونشرها إلى المتعبدين في داخل هذا المعبد أو المسجد أو الكنيسة لو تعمقنا قليلا فإن كثير من المساجد القديمة صممت تحت هذه الغاية أي نقل الطاقة الإيجابية للمحيط وإن الطاقة في المساجد القديمة كما نجدها في مكة المكرمة هي إيجابية للغاية ومن ذهب إلى هناك في الحج والعمرة أو الصلاة يعرف عن ماذا أتكلم لذلك عندما ندخل إلى أغلبها فإننا سوف نشقر مباشرة بالطاقة الإيجابية الروحية وبسبب العبادة والطقوس الموجودة في تلك الأمكنة التي يمارسها الناس وتحت هذه القواعد الهندسية وهذه المواقع الجغرافية فإن الطاقة يتم نقلها وتداولها بطريقة إيجابية بهذه الروحانية وإن إزالة هذه الأبنية يحرم المحيط أيضا من الطاقة الإيجابية في ذلك المكان الذي حدث هو أن النخب التي تعلم ذلك عبر التاريخ قامت ببناء عدة صروح على تلك النقاط وهم مستمرين تحت نفس النظرية إلى الآن العجيب أكثر هو وجود نصوص هيروليفية قديمة تتحدث عن مسارب كونية مشابهة تدعى بوابات النجوم ويبقى لغز هذه الخطوط يحير العلماء حتى الآن فهناك العديد من النظريات التي تفسر الأمر من هذه النظريات كنظرية الأبعاد الموازنة إذا أردت الحصول على مزيد من التفاصيل بإمكانك اقتناء نسخة من كتابي ليس من هذا العالم وستجد العديد من الشرح والتفاصيل حول هذه المواضيع إذا أعجبك الفيديو أرجو مشاركته تحياتي لكم وشكرا جزيلا لإصغائكم